أهلاً وسهلاً بكم مرة تانية في قناة نظام مدارس إحنا لسه في يونت 11 اللي باسم Science Lesson يعني درس علوم ثالث جزء عندنا هو جزء grammar الخاص بيونت 11 هتلاقوا تحت في الديسكريبشن الجزئين الخاصين بالreading والlistening بتوع يونت 11 زي ما هتلاقوا برضو الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك باسم نظام مدارس زي ما أخذنا في اليونت اللي فات Conjugations of irregular verbs وببساطة اللي معناه تصريفات الأفعال الغير منتظمة برضو قلنا present والpast simple والpast participle اللي هو المدارع والماضي البسيط والماضي التامي ياريت نشوف الجزء بتاع grammar الأفعال الغير منتظمة بتاع يونت 11 وكل اليونت اللي بعدها ونعمل زي ما اتفقنا في اليونت اللي فات إن احنا نجيب ورقة ونجمع كل الحاجات دي في ورقة كبيرة أو كشكول حتى صغير علشان تفضل عندنا ونرجع عليها باستمرار عشان ما فيش أي طريقة تتحفظ بيها غير بس التكرار والممارس put الماضي البسيط بتاعها put والماضي التام بتاعها put 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 يعني يضع lie lay lane lie يعني يستلقي ودي الماضي بتاعها sink sank sank sink يعني يوز sink sank sank tell told told tell يعني يقول told وtold الماضي بتاعها take place يعني يحدس took place taken place ركز جدا فتوك و taken see saw seen wear war worn تمام see يعني شوف where يعني يرتدي say يعني يقول said said feel felt felt يعني يشعر become became become يعني يصبح eat ate eaten يعني يأكل ring rang rung يعني rin learn learnt learnt يعني يتعلم write wrote written يعني يكتب choose chose chosen يعني يختار come from came from come from يعني يجه من بلد كذا طيب عايزين ناخد بالنا من الجزء ده come هنا الماضي بتاعها و الماضي التام بتاع come بيتكتب زي come بالزلط و become برضو الماضي التام بتاعها become طيب prepositions and phrases اللي هي حروف الجر والعبارات do an experiment with with بتيجي مع do an experiment او experiment بتيجي معها with be كذا اعمل تجربة بكذا the outside of الجزء الخارجي من sink to the bottom يعني غوص lay sink بتيجي بعدها to مش اي حرف الجر تاني without sugar يعني من غير سكر without يعني بدون float on the water float بتيجي بعدها on مش in move around move around يعني تحرك حوالين has air in it has air in it يعني بداخلها over the top of على سطح كذا او على قمة كذا off دي حرف الجر بتاع top او اللي بيجي بعد top read about read about يعني يقرأ عن put it into water يعني نحطها في المية add to add to يعني يضيف الى fill up fill up يعني يملاها لاخرها lie on lie on يعني يستلقي على move to move to يعني يتحرك ليه وخلوا بالكو من lie on ان on دي لازم تكون موجودة بعد lie لو قصدك ان هي يستلقي لانك لو حطيت اي حاجة غير on مش هيبقى معناها يستلقي على a piece of a piece of يعني قطعة من ولو قت بعدها paper يعني ورقة هتبقى معناها ورقة مش قطعة من الورقة write about write about يعني يكتب عن learn about learn about يعني يتعلم عن بردو write about مثلا فاروق الباز doctor فاروق الباز او learn about يتعلم عن science the science العلوم take off يعني يقلع زي ما قلنا will off double f fill with fill with يعني يملا answer to answer to يعني يجاوب على pure into pure into يعني يصب في wasn't to يعني يستمع الى قبل ما نكمل عايزين نقول انه مهم جدا ان احنا دايما نذاكر الجزئين الخاصين بالreading and listening لان دول اصلا اللي بيتطبق عليهم في معظم الوقت او في اغلب الوقت او في كل الوقت اصلا الgrammar فاحنا مش هنفهم كل الحاجات اللي فاتت دي هي قصدهم بها ايه غير لو ذاكرنا الجزئين اللي فاتوا الجزئ اللي بعد كده اللي هو verbs and nouns الافعال والاسماء that go together اللي بتيجي مع بعض do 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 يعني يعمل peel peel يعني اشر touch touch يعني يلمس feel feel يعني يشعر take take يعني ياخد watch watch يعني يتفرج make يعني يعمل heat heat يعني سخن get get يعني يصبح تمام do بيجي معاها ايه اصلا بيجي معاها nouns ايه do experiment يعني تجربة او do well يعني يعمل كويس يعني i have to do well at school يعني المفروض يعني اعمل كويس في المدرسة يعني اشتغل كويس اب active كل الحاجات دي ما اتكلمش كتير في الفاصل وهكذا peel peel يعني أشعر an orange يعني برتو أنا an onion يعني بصلة touch touch the screen يعني يلمس الشاشة feel يعني يشعر l يعني مريض او بالمرض يشعر بالمرض feel hot يعني يشعر انه هو حران feel cold يعني يشعر انه بردان take take a shower يعني ياخد دش take a test يعني ياخد امتحان watch the experiment يعني اتفرج على التجربة او watch tv يعني اتفرج على التلفزيون make a cup of tea اعمل كوباية شي make coffee يعني اعمل اهوى heat air يعني يسخن الهوى heat water يعني يسخن الميا get get green get green يعني يبقى اخدر يبقى لون واخدر ودي بتبقى في العموم يعني على الخضروط اللي بتكون نضجت يعني ينفع ان احنا ناكلها او نقطفها get hot يعني يبقى سخن get cold يعني يبقى سائع او بارد طيب دلوقتي عندنا حاجة اسمها zero conditional اللي هي حالة الشرطية الصفرية الحالة الشرطية الصفرية دي لها علاقة بif تمام هي بنقول عليها the zero conditional بتاعة if الفورم التكوين بتاعها الدرس ده بجد سهل جدا فركزوا فيه علشان يعني مش محتاج انه هو نصعب الموضوع لنفسنا الفورم او التكوين بتاعتها if او when بيجي بعدها present simple وبيجي بعدها present simple برضو تمام يعني مدارع بسيط ومدارع بسيط وممكن تبقى في جملة present simple الاول وبعدين if او when وبعدين present simple نشوف الاول الاستخدام بتاعها ومعا الامثلة usage يعني الاستخدام usage بنستخدم الحالة دي للتعبير عن موقف بتكون حقيقية دايما زي مثلا قوانين الطبيعة لازم تكون حقيقية فيزيا كيميا فلك اي حاجة تاني تمام اي حاجة من العلوم الحق الطبيعية يعني مثلا احنا لو غلينا المية هتتبخر او لو سخننا المية هتغلي لو حطينا مية في الفريزر او في درجة حرارة زيرو يعني صفر هتبقى تلج حاجات كتيرة جدا تمام لو الدنيا منطرت في حاجات هتبقى وات يعني مبلولة كل دي حاجات بديهية جدا تمام طيب نشوف بقى if you heat لو انت سخنت ice التلج it melts يعني هو بيسيح if اهي وي present simple وهنا برضو present simple تمام ما خلناش اي حاجة past ولا past perfect ولا اي حاجة the grass الحشائش gets wet الحشائش بتبقى مبلولة when it rains لما الدنيا بتمطر او لما بتمطر if you freeze water لو انت سقعت المية جمدتها it turns into ice هتتحول لتلج طيب زي بنسأل بقى في if ممكن نسأل اسئلة على العبارات اللي احنا قلناها دي what happens if you melt ice ايه لا هيحصل لو انت سيحت التلج if you heat ice it melts تمام what happens to grass ايه لا هيحصل الحشائش when it rains لما تمطر the grass gets wet when it rains لما الدنيا بتمطر الحشائش بتبقى if water gets cold لما المية بتبقى سقعة او بتسقع does it become ice هل بتتحول لتلج فالاجابة بتكون if you freeze water او الرد عليها if you freeze water it turns into ice لو احنا سقعنا المية هتتحول لتلج احنا كده خلصنا الجزء الخاص بالgrammar ياريت نذكروا كواس جدا لانه سهل وزي ما قلنا نشوف الاجزاء الخاصة بالreading والليسنينج هتلاقوها في الديسكريبشن تحت زي ما هتلاقوا برضو الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك نظام مدارس بتقدروا تسألونا اي سؤال انتو حابين تسألوه وبردو ياريت تقول لنا رأيكو في comment على الفيديو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته